شركة ويلث اكس العالمية المتخصصة في دراسة حركة السرواط ورؤوس الأموال في العالم عملت قائمة بمين هم أغنى عشر أشخاص على مستوى العالم والشركة قالت في تقريرها أن الركح أسس مع إخواته الثلاثة مصرف الركح سنة 1957 وبسرعة البنك دابع أكبر مصرف إسلامي في العالم وتفوق الركح في الفلوس اللي بيصرفها على أعمال الخير والإحسان على كتير من المشهورين بتبرعاتهم الضخمة بما فيهم مؤسس شبكة فيسبوك مارك زوكربيرغ اللي صرف ملايين الدولارات من أجل مكفحة مرض إيبولا واكتسب شهراء عالمية بسبب تبرعاته السخية تعالوا نعرف في فيديو النهاردة مين هم أكتر عشر أشخاص أسرياء على مستوى العالم وإيه حجم تبرعاتهم للجمعيات الخيرية بيل غيبس هو مؤسس شركة مايكروسوفت الأمريكية إلى عملاقة المتخصصة في مجال التكنولوجيا وهو أسر أسرياء العالم وأشهرهم وأكثرهم سخاء وإنفاق على أعمال الخير وخلال حياته بلغ مجموعة تبرعاته 30 مليار دولار وتقول شركة ويلس إكس أن بيل غيبس بيقضي معظم وقته في إدارة مشاريعه الخيرية اللي بينفذها تحت مظلة المؤسسة الخيرية اللي مسميها بنفس اسم امراته وهي مؤسسة بيل وميليندا هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيركشير هاسواي وهو واحد من أغنى الأغنياء في العالم وخلال حياته اتبرع بمبلغ إجمالي يصل إلى 25 مليار دولار وارين بافيت صرح سنة 2006 بأنه هيتبرع ب85% من صروته لأعمال الخير جورج سوروس وهو مستثمر هنغاري ورئيس مجلس إدارة مؤسسة سوروس لإدارة السندي الاستثمارية وتبرع ب11 مليار دولار لمؤسسات خيرية ومجتمعية مختلفة عظيم برماجي وهو رجل أعمال وملياردير هندي وواحد من كبر المحسنين في العالم عظيم برماجي بيشتغل في مجال التكنولوجيا وتبرع لحد النهاردة بحوالي 10 مليار دولار من صروته يطلق على هذا الرجل اسم جيمس بوند أعمال الخير وقد تبرع حتى الآن بنحو 6.3 مليار دولار من صروته لجماعيات خيرية مختلفة سيليمان بن عبد العزيز الرقحي تبرع الرقح الحد النهاردة بأكتر من 6 مليار دولار من صروته سيليمان بن عبد العزيز الرقحي كان قال في سنة 2011 أنه هيتبرع بأغلب صروته البلغة 7.7 مليار دولار لصلاح الجماعيات الخيرية رجل الأعمال السعودي سيليمان بن عبد العزيز الرقحي قدر أنه يتربع على عرش أكبر المنفقين والمحسين المتبرعين لأعمال الخير في العالم العربي لكن هو العربي الوحيد من بين قائمة المحسين العشرة الكبر على مستوى العالم لأنه اشتهر بأعمال الخير والتبرعات اللي بيديهن الفقراء على مستوى العالم ولمشاريع الخير والإحسان جوردن مور هو الشريك المؤسس لشركة انتل اللي بتشتغل في مجال الكمبيوتر والتكنولوجيا جوردن مور تقعد عن الشغل سنة 2006 لكن خلال حياته تبرع بأكتر من 5 مليارات دولار لجماعياته حملت تختص بالحفاظ على البيئة أو رعاية المرضى وتطوير العلوم كارلوس سليم الحلو وهو واحد من أغنى الأشخاص في العالم وهو مكسيكي من أصول لبنانية وتبرع ب6 مليارات دولار لجماعيات خيرية لحد دلوقتي إيلي بروت رجل أعمال أمريكي أسس شركتين في قطاع مختلفين هما زا إيلي أند إتسي براود وزا براود أرت وقدمت الحياة تبرعات كتير وصلت قيمتها ل5 مليار دولار جورجو كايسر هو رئيس مجلس إدارة الشركة المالية بوك وتبرع لدعم مجالات كتير من بينها التعليم والمؤسسات الدينية والصحية وتطوير المجتمع وبلغ إجمال تبرعاته الحياة لحد النهاردة ما يقارب 7 مليار دولار أمريكي